بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد أهلا ومرحبا بكم في كورس السويل ميكانيكس إن شاء الله النهاردة هناخد مثال على موضوع الإيرس بريشر اللي احنا شرحناه قبل كده المثال عبارة عن فيه واحد عايز يحفر الجزء دوت وعندي فيه مبنى جنبه المبنى ده جاي بأحمال 15 طنع ميتر سكوير الطربة بتاعتي عبارة عن ثلاث طبقات سلتي ساند الخاص بتاعتها جامعة ساتيوريت بواحد وثمانية من عشر طنع المتر مكعب والفاي بثلاثين درجة والسي باثنين طنع الميتر سكوير طبقة اللي بعد كده دي ارتفعها ثلاثة متر بعد كده فيه طبقة كلي الجامعة ساتيوريت بتاعتها بواحد ثمانية من عشر طنع المتر مكعب والسي يو بتاعتها باربعة طنع الميتر سكوير الطبقة اللي ما امتده تحت دي عبارة عن طبقة رمل ساند الجامساتيوريتد بتاعتها اثنين طن على الميتر كيوب والفاي بتاعتها بخمسة وتلاتين وارتفاحها اربعة متر اللي مطلوب مني في المسألة ديت ان انا احسب يعني انا عايز احسب الاحمال الكلية اللي جاية على الحيطة اللي هنحطها هنا هو والنقطة التأثير هذا الحمل عشان نحسب الارث بريشر اول حاجة مفروض تحسبها ايه تحسب الكونفشن اف ارث بريشر الكونفشن اف ارث بريشر اللي هو الكي اكتف الكي اكتف عندي الثلاث طبقات فلازم تحسب الكي اكتف لكل طبقة من الطبقات ديت القانون بتاع الكي اكتف زي ما قلنا قبل كده عبارة عن واحد ناقص ساين فاي على واحد زائد ساين فاي طيب نيجل الطبقة الاولانية لو عايزين يجب الكي اكتف بتاعتها عبارة عن واحد ناقص ساين كام الفاي بتاعتها بتلاتين يبقى ساين تلاتين على واحد زائد ساين كام 30. بالقال الحاسب هتقدر تطلع قيمة تطلع لي 0.333 طيب الطرق الثانية كلي. خلي بالك الكلي ملوش فاي. يعني الفاي بتاعته بصفر فلو عايز اجيب دي كي اكتف واحد لو عايز اجيب كي اكتف اتنين عبارة عن كام واحد بصماء الساين كام صفر على واحد زائد ساين كام صفر. الكلام بيطلع كام في الاخر بيطلع بواحد. هنا الكلي فيه تربة الناحية دي وتربة الناحية دي فانا عايزي كي اكتف والناحية التانية عايزي الكي مين باسيف. يبقى الكي باسيف بتاعتي بتساوي ايه? الكي باسيف برضك بتساوي مقلوب الكي اكتف. يعني واحد على الكي اكتف. يعني بتساوي في الاخر تطلع برضك بكام بواحد طيب. طبقة التالتة عايزيني يجيب لها الكي اكتف بتاعتها يبقى الكي اكتف تاعته بتساوي ايه? بتساوي واحد موقس ساين كام 35 على واحد زائد ساين كام 35 يطلع كامل القيمة ديت بتطلع ب .27 طيب السؤال بعد كده هنا فيه تربة وتربة يبقى لازم تحسب الاكتف وتحسب الباسيف يبقى لازم تجيب الكي باسيف اللي هي عبارة عن 1 على الكي اكتف الكلام بيطلع بكام 1 على .27 يعني 3 و 7 من 10 يبقى دي اول خطوة في المسألة لازم تحسب الكي اكتف بتاعتنا عايزين بقى نحسب السؤال بقى يرس بريشر هنحسبه بالقانون العام بتاعه ايه هو القانون العام بتاع يرس بريشر؟ القانون العام بتاع يرس بريشر الاي بتساوي كيول اللي عندي ديت زائد Secession OF H الكلام ده مضروفيني في الكي اكتف وبعدين هنحط هنا هو 2 تأثير السي تأثير السي اللي هو 2C جزر الكي اكتف énormي 2C جزر الكي اكتف طبعا انتو عارفينها اللي هي تأثير مين الكيو دقسير السي بتاعتنا طيب السؤال هاحسب فين بقى القيم ديت هتحسب عند اللقطة اللي هنا إنسنا نقطة واحد تحسب القرص بريشر بالقانون اللي عام بتاعنا وبعدين هحسب هنا فين تاني عند النقطة ديت اتنين خلي بالك هنا في حاجة وهنا فيه تربة تانية فلازم تحسب فوقيها وتحتيها يعني هنا اتنين وهنا كام تلاتة وبعدين أرجع هاحسب مين هنا عند اربعة وبرضك فوق وتحت يبقى هنا كام عند خمسة وانزل تحت يبقى كام يبقى ستة يبقى نحسب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في الاكتف طيب وفي الپاسيف يبقى نرجع نحسب هنا عند مين عند سبعة وارجع عند هنا مين عند تمانية وهنا عند تسعة وهنا عند مين عشرة طيب نشوف جواه الكلام ده هيتحسب ازاي وقيمتها هتتحسب ازاي طيب عند النقطة الاولانية اي واحد بتساوي ايه بتساوي كيو الكيو طلعب عشرة زائد مفيش تربة فوقيها طالما مفيش تربة يبقى زائد صفر الكلام ده مضروف في جزء في الكي اكتف اللي هي بوينت كام سري 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 طيب هل لها سي تربة اه لها سي يبقى قول ايه ناقص زي ما اتفعنا ها اتنين في السي بكام باثنين في جزء من الكي اكتف اللي هي بوينت سري سري يطلع كام الناتج دوت بيطلع بوان بوينت او تو تو طيب ايه اتنين اتنين لو نفتكر كده بالروحة اهيه ادي الطبقات بتاعتي ودي الطبقة هنا هوت ادي واحد ادي اتنين هنا هوت يبقى هجيب اول حاجة مين ها الكيو بعشرة زائد الارتفاع بتاعي تلاتة متر يبقى تلاتة في كام في بوينت اللي هو الجامة بتاعتي بوينت تمانية ليه بوينت تمانية عشان احنا تحت المية تحت المية لازم اخد جامة صاب مرجد ما اخدش جامة ساتيوريتد فعشان كده ارتفاع بوينت تمانية طبعا الكلام ده في كام بوينت سري 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 ناقص السي بتاعتها بكام اتنين في كام اتنين جزء الكي اكتف اللي هي 0.333. يطلع كم الاتيك دوت? يطلع ب 1.821. طب حلو الكلام ده نخش على مين? على اي 3. اي 3 فين? هنا. طب ما هي هيها يا دكتور? لا مش هي هيها. هنا احنا دخلنا في تربة تانية. دخلنا في تربة تانية يبقى لازم استخدم الكي بتاعت التربة التانية. فانما تيجي تجيب الاسري تجيبها ازاي? هي هي لفوق. عشرة زائد كم? تلاتة في بوينت تمانية. ولكن المشكلة كلها في مين? في الكي اكتف. هتحط الكي اكتف بكام؟ بواحد. مواقص? اثنين في مين? في سي. اثنين في سي. السي بتاعت الطبعة التانية بكام? مش باتنين. ده باربعة. في جازل الكي اكتف اللي هو بواحد. يطلع كم الناتج دوت? بيطلع اربعة بوينت اربعة. طبعا كل ده اللي وحدات بتاعتها طم مين كانت ساقوير طم برميتر ساقوير. طم نخش على ايه اربعة. ايه اربعة بتسوي ايه? ايه اربعة? اه ايه اربعة خلي بالك انت نزلت تحت شوية فهيبقى وزن التربة عندي هنا وهنا يعني عندي فيه تربتين مش تربة واحدة الاي اربعة دي بتسوي ايه طبعا اول حاجة كيو زائد ها تلاتة في بوينت تمانية دي التربة اللي فوق زائد ها اتنين اللي هي الطبقة التانية ديت الطبقة التانية ديت في مين في الجامعة بتاعتها اللي هي الحصن الحظة طلعت نفس الرقم اللي هي بوينت ايه ايت مضروبة في الكيب بتاعتنا اللي هي بواحد ناقص اتنين في سي سي اللي هي بكام باربعة جزر الكي اكتف اللي هي بواحد يطلع كام الناتج دوت بيطلع بستة طن برميتر سكوير طيب نيجي لإيه خمسة إيه خمسة لأ احنا نزلنا بقى تحت نزلنا تحت الطبقة اللي هي التالتة إيه خمسة بتسوي ايه نفس ده بالزبط هتحطه هو هو هنا مفيش اي اختلاف بس ما تيجي تضرب في كيه تضرب كيه بتاعت الطبقة التالتة وليست الطبقة الايه التانية عشان ما تطلق باتش كيه بتاعت الطبقة التالتة لو تفتكروها كانت كام point two كام seven مينوس مفيش سي للطربة اللي تاع مليش شال سي بنحط لها بكام بصفر يطلع كام الناتج دوت بعد يعني ما نيجي نحسابه هيطلع لي بثلاثة point سبعة ثمانية آخر ايه في الاكتف اللي هي عبارة عن مين ها الايه ستة يبقى الايه ستة بتساوي مين آآ ايه ستة بتساوي ده هتنزله هو هو بس تجمع عليه لسه فيه طبعة تانية فيه طبعة تانية اللي هي سمكها 4 متر والكسافة بتاعتها اللي هي مجيني الكسافة بتاعت الطبعة التانية اللي هي كانت 2 طن على الميتر تكعيب لما عوزها جيب الجامع آآ سبنرجد هطرح منها واحد يبقى 2 مواس واحد بواحد يبقى الكلام ده يدري في كام فواح طب هل التربة اللي تحت ديت ليها سي لا ملهاش سي بس الاول اضرب في الكبتاعتها اللي هي 0.27 ناقص كام صفر يطلع كامل ناتج دوت يطلع باربعة 0.86 حلو كده طيب كده انت خلصت الاكتف كده احنا خلصنا الاكتف نخش على الباسيف اللي هو الناحية التانية بقى انت عندك الناحية التانية فيه هنا باسيف وهنا باسيف وهنا باسيف وهنا باسيف يبقى انت تيجي نجيب الإيمان سبعة اللي هي الباسيف بقى يبقى ده أكتف لكن ده مين باسيف يبقى اشتغل بالكباسيف ايه سبعة اولا ما فيش هنا ولا كيو ولا ولا ايه ولا في كيو ولا في تربة فوق ايه يعني ما فيش دوتة يعني الاول قيمة صفر اللي هي كيو زائد كثارميشا ما ما فقتش في ايه لكن في مين باسيف والباسيف لما نيجي نقول بقى 2C جزر K passive ما نقولش نقص هنقول زائد يبقى زائد كم يبقى زائد 2 الكب اللي 2 في مين فاربعة في جزر الواحد يطلع كم الناتج دوت بيطلع 8 طن برميتر سكوير كله طن برميتر مين سكوير هو عا تغلط في الوحدات طيب ايه 8 ايه 8 هنزل لتحت شوية يبقى فيه تربة فوقية يبقى بتساوي كم بتساوي 2 في بوينت 9 عشان المية موجودة هنا وموجودة هنا مية هنا ومية هنا بعد ما هتحفر المية منسوبها مفروض يبقى ثابت فانت عندك هنا حفرت فلازم المية دي للشاب فالمية هتوفر لحد هنا بس يبقى 2 في بوينت 9 اللي هي مين في الكب تاعتها اللي هي بكام اللي هي بواحد وبعدين اقول زائد ما نقول عشان فيها سي يبقى 2 في 4 في جزر مين الكب passive اللي هي بواحد يطلع كم الناتج ده بيطلع بتسعة بوينت 8 طن برميتر سكوير طيب نيجي الـ E9 E9 اللي هي فين اللي هي هنا هو اجيبها ازاي خلي بالك هجيب نفس القيمة دي هي هيها يبقى E9 هي ده هجيبه هو هو يعني E9 هي هيها مفيش اي مشكلة بس هتضرب في مين في الكب تاعتها اللي هي ب3 و7 و10 مفيش لها سي يبقى بتساوي على طول تطلع لي ب6.66 طن برميتر سكوير اخر حاجة بقى اللي هي الـ E10 دي بتساوي ايه نفس ده هتنزله بس هتجمع عليه زائد كم بقى زائد 4 في 1 وتضربه في الكب تاعتك اللي هي بكام اللي هي 3 و7 من 10 هل فيها سي ملهاش سي بقى نقول ايه زائد صفر يطلع كم اخر قيمة دي للكباسف 21.46 طن برميتر سكوير طب احنا بقى عايزين نجيب بقى انت كده جبت الـ الـ عايزين نجيبه كفورس يبقى نبتدي نرجع للـ اللي احنا درسناه في تانية مدني نبتدي نرسم الرسمة بتاعتنا بقى اهي ونحط عليها القيم اللي انت جبتها كلها يعني كان فيه هنا قيمة قيمتها كم اللي هي كانت اول واحدة 1.02 وهنا كانت 4.4 طبعا انا بقسمها المين خلي بالك احنا بنقسمها المستصيل ومسلس فالمستصيل بـ 1.08 لكن المسلس نحط القيمة بتاعته اللي هي بقيم 0.8 طيب الطبع التانية على سيدي الطبع التانية فيه عندنا هنا قيمة وبعدين جاية بالشكل ده واضح طيب القيمة دي كان 6 واضح وعندي القيمة اللي هي ال-E كام دي E1 دي E2 دي E3 E3 اللي هي كانت 4.4 من 10 اللي هي ديت لكن دي اللي هي كام دي مش 4.4 من 10 4.4 من 10 ديت لكن ديت ال-E2 اللي هي 1.82 واضح حالو الكلام ده دي 4 ودي 6 يبقى لما تترحم من ده تطلع لي كام واحد وستة من 10 خلي بالك اللي احنا هنستخدمه مين هنستخدم مين هنستخدم دي وهنستخدم دي لما نيجي نحسب المسلس والمستطيل وهنستخدم دي وهنستخدم دي طيب بعد الستة فيه عندي بعد كده ثلاثة بوينت كام ثلاثة بوينت سبعة تمانية دي اللي هي ال-E عند النقطة دي وبعد النزلة بالمستطيل بتاعها هو ودي المسلس القيمة ديت كام 1.08 ودي عشان دي كلها كام ثلاثة بوينت تمانية ستة طبعا اللي انا هشتغل بي ديت ومين وبتاعت المستطيل ديت ليه عشان كل القوة اللي انت شايفها ديت هتيجي كده قوة هنا وقوة هنا وقوة هنا وقوة كده زي ما انت شايف قوة في المسلس بتبقى فين في التلت والتلتين اما المستطيل بيبقى في النص طيب نيجي للباسيف الباسيف هنعمله ازاي نفس ما عملنا هنا اهي كده وكده القيمة هنا كانت تمانية والقيمة هنا كانت كام تسعة بوينت تمانية مش هاللي هشتغلينها دي نهات راح دي نوع ازاي هطلع لي بتاعة المسلس هنا كام واحد وتمانية من عشرة بعد كده في هنا مين واحدة تانية نزلة كده برضك دي كام قيمتها ستة بوينت ستة ستة قيم دي اللي احنا جايبينها من ال اي لسه جايبينها من شوية وبعدين لو نزلنا كده هنلاقي قيمة المسلس دي بكام اربعتاشر بوينت تمانية ليه لان النقطة دي تواحد وعشرين بوينت اربعة كام ستة طيب تأسرهم دول ازاي جاي ازاي في التالت طيب نعمل ايه بعد كده مفروض ان احنا نحسب بقى الاي اكتف كفورس اي اكتف واحد اللي هي عبارة عن مساحة المستطيل دي اللي هي عبارة عن واون بوينت او تو في تالي اتا الارتفاع طول في عرض يبقى بتساوي تلاتة بوينت او سيكس ودي بقى التن بالميتر ران لان الشيطة الول دولت واحدة متر طولي منها فعشان كده دي واخدين متر منها عشان كده بقول طن برميتر ران ايه اكتف اتنين بكام مص ده مسلس يبقى مص في كام في بوينت ايت في تلاتة يطلع كام الناتج ده بيطلع بواحد وكام واثنين من عشر طن برميتر ران طيب يلا نفس الكلام بقى هنقول ايه المستطيل التاني اللي هو دوت يبقى ايه تلاتة يبقى ايه اكتف تلاتة بتساوي ايه المستطيل ده اللي هو كام اربعة واربعة من عشرة مضروبة في مين في الارتفاع اللي هو اتنين ماشي بكام القيمة ديت هتلاقي بتمانية وتمانية من عشرة طن برميتر ران طيب ايه اربعة ايه اربعة بتساوي نص القاعدة في الارتفاع نص في واحد وستة من عشرة في الارتفاع اللي هو اتنين نص في اتنين في واحد وستة من عشرة تطلع على طول بواحد وستة من عشرة طن برميتر ران طيب نخش على الاي اللي بعديها اي خمسة جيبها ازاي? باره عن مستطيل. مستطيل ده قيمته كام? تلاتة بوينت سابعة تمانية في الارتفاع اللي هو كام? اربعة. لما تيجي تحسبه بالقال الحسب يطلع لك خمستاشر بوينت اتناشر. طيب ده اللي هي الاي مين خمسة. طيب الاي ستة? الاي ستة اللي هو مسلس ده يبقى نص القاعدة اللي هي واون بوينت او ايت في الارتفاع اللي هو اربعة. يطلع كامل ناتج ده? اتنين بوينت ستة عشر. كده انا جبت القيم دي. عايز اجيب القيم التانية. فيش اسهل منها. القيم بتاعة الباسيف. يبقى الاي باسيف واحد بتساوي. عندنا دي كام? تمانية. مضروبة في كام? في اتنين. اتنين في تمانية بكام على طول? بستة عشر طن برميتر ران. كلها طن برميتر مين ران. اي باسيف اتنين? اي باسيف اتنين عبارة عن ده مسلس. يبقى نص. القاعدة اللي هي واحد وتمانية من عشرة. في الارتفاع اللي هو اتنين. تطلع لي على طول بواحد وتمانية من عشرة طن برميتر ران. طيب. بالمس اللي تقدر تجيب الاي باسيف كام? تلاتة عبارة عن ستة. وستة من عشرة اللي هي ديت. ماشي. مضروبة في اربعة. تطلع لي بكام? بستة وعشرين بوينت. اربعة وستين طن برميتر ران. اخر واحدة اللي هي مين? الاي باسيف اربعة. اللي هي المسلس ده. اللي هي عبارة عن نص. القاعدة بتاعتي اللي هي عبارة اربعتاشر وتمانية. مضروبة في اربعة. يطلع كامل ناتج ده وقت? بتسعة وعشرين وستة من عشر. طب ما كده خلاص بقى. انت ممكن بقى ببساطة خلاص تقدر تجيب بقى الاي توتل. اللي هو عايزها الاي توتل عبارة عن ايه? هتجمع بقى. تجمع مين بقى? طبعا هو اللي غالبا اللي هيبقى الكبير الباسيف. فعشان كده اخد الاتجاه ده هو ده الموجب. يعني اجمع ده زائد ده زائد ده ناقص 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 طلع القيمة بتاعتك هتلاقي ان الاي توتل طلعت لي بكام? اتنين واربعين واحد من عشرة طن برميتر ران. طيب. عايز اجيب? ماشي. دي المحصلة بتاعتي. يعني المحصلة بتاعتي هتبقى قيمتها هنا كده. اهيك? موجودة هنا اسمها دي الاي توتل. بتأثر هنا على ارتفاع اسمه ما? واي بار. اجيب ازاي القيمة ال واي بار ديت? هيخد المهم انت حوالين المقطة ديت عزم المحصلة حول نقطة. بتساوي عزم القوة او كل قوة حوالين نفس النقطة. يعني اقول ايه? الاي توتل ديت? هضربها في الاي بار. بتساوي. سميشن الاي في الاي. يعني ايه سميشن الاي في الاي? يعني مثلا دي. مش انت اجبت الاي واحد اهي دي الاي واحد اهي. في المسافة بتاعتها دي كلها. بس احنا الاول معلش احنا هناخد ده عشان هو ده الموجب. الاتجاه بتاعي. فلو خدت مسلا الاي ديت. يبقى دي القوة ديت في المسافة دي اللي هي تلت الارتفاع بتاعي اللي هو اربعة تلتها. وهكزا ديت في اتنين. ديت في خلي بالك دولة اربعة. وديت تلت اللي 2 يبقى اربعة وتلت اتنين. واجب النمى ده. ها? القوة ديت في المسافة عبارب عن اربعة زياد نسب دي. طيب دي اتنين. يبقى نسبة كام واحد? بواحد يبقى خمسة. يبقى ديف خمسة. ما قلت ده بالموجب? بترجع بالنقص بقى قوة ديت في المسافة دي? قوة ديت في المسافة دي ايه? قوة ديت في المسافة دي. وهكزا لحد ما هتقدر تطلع قيمة الواي بار بتاعتنا الواي بار بتاعتك في المسألة دي بعد ما تحلها ممكن تشيك عليها هتطلع قيمتها 1.55 متر يعني متر وخمسة وخمسين ايه صمتي طيب لو احنا خدنا تأثير مسلسات المية على الشيب بايلول هتلاقي اني الارس بريشر طبعا هتلاقي قيمة اي واحد و اي اتنين و اي تلاتة و اي اربعة و اي خمسة و اي ستة و اي سبعة و اي تمانية و اي تسعة و اي عشرة دول مفيش فيهم تغيير القيم بتاعتها زي ما انت شايف قيمة دي تلاتة بوينت او ستة 1.2 تمانية بوينت تمانية واحد وستة من عشرة خمستاشر و اتناشر اتنين وستاشر ستاشر واحد وستة و تلاتة و عشرين بوينت ستة تمانية و تسعة و عشرين بوينت ستة او ما الايه اللي هيختلف هيختلف اني عندي مسلس ناحية الاكتف الاي سول بتاعته بتسعة وفي مسلس تاني ناحية الباسيف قيمته ستة اللي هي جاما ووتر في اتش ووتر وبالتالي لما نجيب المحصلة بتاعت المسلس دي هنلاقيها نص في تسعة في تسعة يعني اربعين بوينت فايف والاي ووتر من الناحية التانية نص في ستة في ستة اللي هي محصلة المسلس تمنتاشر في الحالة دي هات الاي توتر هتختلف قيمة الاي توتر عشان عندي مسلسين ما كانوش موجودين قبل كده قيمتهم ستةاشر واربع واربعين محصلة الاي توتر وبردك هتبقى الاتجاه بتاعتها زي ما انت شايف في الايه في ناحية الباسيف طب عايز اجيب المحصلة او مكان المحصلة هناخد نفس الكلام العزم حول النقطة السفلة دي جبت العزم حول عزم المحصلة حول النقطة السفلية دي بيساوي عزم القوة الكلية حول نفس الايه النقطة يعني ايه ستةاشر واربع واربعين في ساوي ايه اضرب بقى ثمانتاشر في اتنين ونقس نقس اربعينひ Parlamentar نقس ثلاثة CR نقس ستة في سبعة ونص نقس واحد واتنين من عشرة في سبعة نقس تمانية وتمانية من عشرة في خمسة نقس واحد وستة من عشرة في اربعة وآ stepع وستين نقس خمستاشر واثناشر في اتنين ناقص اتنين وستاشر في واحد وثلاثة زائد ستاشر في خمسة زائد واحد وستة في أربعة بوينت ستة سبعة زائد تلاتة وعشرين بوينت ستة تمانية في اتنين زائد ستة وعشرين بوينت ستة في وان بوينت سري سري لما تيجي تحسب القيمة بتاعت الواي بار تطلع لك بمينس واحد وستة